المسيح على الصليب علق السق اللي كان علينا المسيح أنهى خوف من الموت الناس اللي كانت بتعيش كل أيامها خوفا من الموت بتعذب نفسها خوف من الموت والموت والموت وبعد الشر مفيش عندنا حاجة اسمها أن الموت شر ليه الحياة هي المسيح والموت عشان كده أنا كنت مبسوط جدا أنه أنا بسمع في الجنازة أخ خريم أخ نوال بتاعة الشهداء بتاعة الكنيسة سيدة النجاد وأنا بسمع الريكورد اللي كان عاملينه أو النقل المباشر كان للأحداث أنا فجأة الناس بزغرت الناس بزغرت والسعف وفرحانين إيه حكايفة ده مش موت الفناء والعدم ده مش موت الزهب إلى الجحيم ده مش موت بتاع محمد اللي قال هذه الكلمات وما منكم إلا وردها فسألوه حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إن لم يتغمدنا الله ورحمته إحنا إلهنا ضمن لنا حياة أبدية عشان كده الموت ما يقصرش فينا الموت الشهادة الشهداء هؤلاء ينضموا للكنيسة المنتصرة إلى أن يكمل عدد القدسين وقت شخص ربا يصبح المسيح وينهي كل شيء ويصير كل شيء جديد هذا هو إيمان عشان كده ما نخافش أبدا من الموت أما بالنسبة لحكاية المسيح طب يطلع من أشكرك يا أخت العزيزة اللي كنت تكلم معنا مشكورك لأن كنت بتأيدي كلامي اللي قاله الأخ العزيز كريم بطريقة غير مباشرة يعني الأخ العزيز كريم كان يقول أن المسيحيين هو ضد أن المسيحيين في العراق يسيوا العراق ويطلعوا برا العراق أنا بشوف أنا شايف حسب اللي أنا شايفه من سعب ما داخل الجيش الأمريكا الغيطة النهاردة وأنا مش قادر أفهم إيه القريمة بتاعت المسيحيين في العراق يعني إيه قريمتهم الضبط وما عملوا إيه قاتلوا كم مسلم فقروا كم جامع ما عملوا إيش وهي هاي رسالة لكل العرب يعني هاي قتل المسيحيين هسا بالعراق هي رسالة لكل العرب أنه كلكم ترى واصلكم للرهاب يعني كل العرب لا تقول أنا لبناني مسيحي أو أنا أردني مسيحي أو أنا مصري مسيحي أو أنا جزائري مسيحي لا الأرهاب واصلك واصلك لأن ما يريدون بجزيرة العرب والدول العربية والإسلامية يريدون مسيحي ما يريدون وهاي رسالة كلها لكم يعني مو القضية قضية بس عراقيين مسيحين عراقيين لا القضية كل مسيحيين العرب بالوطن العربي كله من المحيط للخليج إذا طلعوا العراقين يجب أن يطلعون لبنانيين ويطلعون السعودين كل المسيحين في الدول العربية يطلعون معهم لأن المسألة رسالة للكل الإرهاب سيصل للكل يمكن أنا دلوقتي خطر بزهني الأخبار حادث بتاع مسبحة كنيسة سيدة النجاة والأحداث التي حصلت النهاردة لو إحنا قلبنا في القنوات الأمريكية أي قناة أمريكية جيب كده عزيز المشاهد الريموت كنترول وقلب وشوف مين كم قناة بتحط أو بتدي هذا الخبر حجمه التاريخي وبتتكلم عنه ولا قناة أخ كريم ولا قناة أخ محب شيء يعني بيخلينا إحنا هنا المسيحيين اللي في المهجر بنقول أنه مفيش حل غير أنه نكون إحنا نتبنى إحنا اللي هنتكلم في البلد دي وبلغة البلد دي أخ كريم وأخ محب وبلغة هذا البلد وأنه من هذه القناة البسيطة في الإمكانيات المتواضعة واضعة لكن الرب لكن هي بإيد إلهنا القوي هيطلع منها قناة تانية هي اللي هتدي هذه الأحداث حجمها التاريخي وحجمها القوي من بكل بكل الألم اللي فيها وبكل هي اللي هتنقل الحدث فعلا للبلد هنا للأمريكان اللي هنا علشان كده إحنا بنقولك عزيزي المشاهد أنتو بتتفقوا معايا هنا إنه إحنا لنا دور هنا القرامية يمكن الأخ أبو فراز قال نقطة القرامية تركز على هذه النقطة يمكن لو لو تفتكر أخ كريم أنا بشكر الأخ فراز وبشكر الأخت راخد وكل الأحباء اللي طلعوا بمداخلات لأنه فعلا هم يعني ده عشامهم في الرب وعشامهم هنا في في الخدمة بتاعة القرامية عشان كده أنا بقولك عزيزي المشاهد ويمكن أنتو بتتفقوا معايا إنه إحنا النهاردة كل يوم بتتضح الرؤية أكتر إنه إحنا علينا دور وإنت عليك دور عزيزي المشاهد إنك تكمل إحنا بتدينا العمل عزيزي دعم لكن لسه هناك احتياج باقي الاحتياج ده يمكن بيطلع لسه فاضل علشان نوصل بهذه القناة إحنا قدامنا 400 ألف تادي 400 ألف دي ولا حاجة لو طلع واحد دلوقتي بيقول أنا هدفع 100 ألف وهتبرع فوسط الألم وفوسط المعاناة علشان شعبك اللي هناك إحنا مش بنتاجر بقضايا ولا بألم حشان نحن نعمل كده لكن فيه إرسالية فيه بهمة قوية دلوقتي أنتو بتتفق معايا في الكلام أنا بتتفق معاك وعايز أقول حاجة تانية أضيف على الكلام ده وأنه الواحد كان أثار في الحقيقة عافشو أنا واحد بزبط أنا مكلمة منهم من المكلمات قالت أنه أمريكا دولة مسيحية تساعد المسيحيين في العراق لا ده كلام مش مزبوط كلام مش مزبوط خالص دي شوائف موظفين البيوش الأمريكية دي عبارة عن شوائف عساكر على شوية ميجورات على شوائف مش عارف مين شوائف موظفين بياخدوا فلوس تلاقي فيهم المسلم وفيهم البوزي وفيهم الهندوسي وفيهم الملحد وفيهم المسيحي فده مش جيش مسيحي رح يخلص شعب أو حتى يدافع عن المسيحيين في العراق مش هيحصل لدي مش مهمته ده مش موضوعه يعني يتبادل المسيحيين في العراق مش قضية أنا مش قضية أمريكا دي والأختنا قالت هذا الكلام بترغي مباشرة لما بتقول لكم أنه مفيش قناة أمريكية تعرضت لهذه الأحداث المأساوية بطريقة تتناسب مع الحدث ده أنا عادت أقلب في بعض الجرائط في شمال أمريكا عادت أقلب كده في بعض الجرائط ما جابوش خالص أي سيرة يعني الماء تتدبح وتصلى عليه وتدفن يوم واثنين وثلاثة ما فيه جرائط لم تأتي على الإطلاق بهذا الحدث ده مش برضي أكد لكم أن دي بلاد ما لهاش دعب مسحيين في الشرق الأوسط يتدبح وما يتدبحوش عشان كده أنا بقولي المسلم اللي لسه في مدرسة الجمعة اللي لسه ما تفجرش نفسه أنت بتفجر نفسك في نفوس بريئة أو عتفتكر نفسك أنك أنت بتهاجم الأمريكان في المسيحيين العراقيين المسيحيين العراقيين ما لهمش أي زنب لا ناقة ولا جمل فيما يفعله الجيش الأمريكي الهندوسي المسلم الكمفوشيوس البلدين اللي فيهم بعض العساكر يحملوا أديانة المسيحية لكن ده مش جيش مسيحي يحارف العراق فأنتوا بقى يا بواسل يا أمة محمد يا جيش خيبر ولا إيه ده جيش محمد سوف خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود على مين روح قتله الأمريكان طبعا مش بدعوكم لقتل حد لكن انت بتقتل المسيحي العراقي عملك إيه وده السؤال أنا طلعته من شوية على الأخ كريم المسيحي العراقي عملك إيه عشان تقتله ماهو زيك ماهو الجوع اللي حصل في البلد ماهو حصل عليك وعليه ماهو الكبال اللي تكسرت ماهو حصل عليك وعليه ما الفقر والعاوز ماهو حصل عليك وعليه ماهو الحكومة الغير مستقرة الخربان أنا مش عايفة تظبط حاجة ماهو عليك وعليه هو زنبه إيه ده جزء من الوطن هو زنبه إيه عشان أنت تروح تقتله أنا بستغرب يا أخي الناس دي بتبجي تقتل دول إيه ترجمة نانسي قنقر